اهلا وسهلا محضراتكو في فيديو جديد من سلسلة علاج جفاف العين. في الحلقة دي هنتكلم عن واحد من اهم الفيديوهات اللي ممكن تقابلك في سلسلة جفاف العين وهو جفاف العين ما بعد عملية الليزيك او بوست ليزيك دراي اي سندروم. في الحلقة دي هنعرف ايه هي اسبابه? ايه هي الخطورة بتاعته? هل هو دائم ولا مؤقت? طب العلاج بتاعه ايه? طب ايه الحاجات اللي انا اقولها للدكتور انا رايح اكشف? طيب لو انا عندي جفاف هل عمل عملية تصحيح ولا لا? هل في عمليات الجفاف فيها بيبقى اقوى من عمليات تانية ولا? ولو خلاص انا عملت العملية وعندي اعراض جفاف عين على انجهاز زي? هنتكلم في كل الحاجات دي وانا عارف ان الحاجات دي بتهموكو. بس قبل ما نتكلم ما تنسانيش في في القناة عشان نرجع نعمل فيديوهات تانية جمدة كتير ويلا بينا. عملية الليزيك واحدة من اهم عمليات اللي بتتعامل ومن اكتر العمليات اللي بتعمل واحدة من اكتر العمليات امانا لو اتعملت صح. وخليني دايما بركز على كلمة بتاعت لو اتعملت صح والليزيك الامن. بيعتبر الجفاف ما بعد الليزيك هو واحد من اكتر الاعراض الجانبية اللي ممكن تحصل في عملية الليزيك. ممكن تحصل في الخمسة وتسعين او تقريبا في مية في المية من الحالات بيجي لهم درجة من درجات جفاف العين. وقبل ما تتخط هي درجة من درجات جفاف العين تتراوح ما بين ان العيان اساسا مش حاسس بحاجة. يعني في ناس كتير انا بسألهم يا جماعة انتو عندكو دلوقتي جفاف او عندكو حرقان في العين. يقولولي يعني ايه حرقان يعني ايه جفاف? هم مش حاسسين بحاجة اساسا. الى واحد عنده جفاف شديد بالعين ونبدأ ان احنا نهدي له علاجات متدرجة. تقريبا لا تخلو اي رشدة في عمليات الليزيك من الاطرة المرطلة. فكل الناس متوقع ان هم يجي لهم نسبة تماه من النسب بتاعة جفاف العين. عشان نعرف السبب بتاع الموضوع ده هو السبب اه عدة اسباب بتتجمع عشان تعمل الموضوع بتاع الجفاف العين بعد عملية الليزيك. اول سبب فيهم ان بيكون بعض الناس اساً بيكونوا لابسين عدسات لصقة لفترة طويلة. وده بيسبب لهم جفاف عين. فالناس ده الاساساً عندهم جفاف عين من قبل ما يخشوا الى عيادة بتاعت الدكتور اساسا. السبب التاني بقى العملية نفسها. العملية نفسها عملية الليزيك او عملية الفيمتوليزيك. بتتضمن عملية رفع في لاب او شريحة من القرانية. بيبقى قطع في قطع في القرانية سواء بجهاز في عملية الليزيك او بنبضات في عملية الفيمتوليزيك. الموضوع ده بيسبب تضرر في اعصاب القرانية اللي هي بتبقى موجودة تحت الطبقة السطحية او تحت الطبقة الطلقية. والاعصاب التانية بتبقى موجودة في منتصف القرانية. وده بتتأذى من ضرب الليزر مع تصحيح الابصار. طيب واحد يقول لي ايه علاقة الاعصاب بافراز الدموع? هقول له ان عملية افراز الدموع دي دي معجزة ربانية زي ما كنا تكلمنا عنها قبل كده. وفيها بتشترك عدة عوامل. بيشترك فيها صحة الغدة الدمعية والغدة الميبونية والغدة الميسونية. مجموعة الغدد او طقم الغدد اللي بيفرز للدموع. وكمان الاعصاب بتاعة القرانية اللي بتغزي الغدد دي واللي بتدي الاحساس من القرانية. اللي بتنقل الاحساس من القرانية. وكزلك في الاخر اللي هو السطح القرانية والسطح بتاع الجفت عملية دقيقة جدا ومعجزة ربانية سبحان الله لذلك احنا بناخد اطرات مرتبة من 4 ل 6 اسابيع وفي حتى دكاترة بتكتبها روتين لحتى 3 شهور لحد ما اعصاب القرنية احصل لها ريجينيريشن او تكون مرة اخرى فنبدأ ان احنا نخفف الاطرة او نوقفها بالتدريق اهما كانت الدموع الصناعية كويسة مهما كان تركبها كويس مهما كانت غالية لا شيء يغني عن الدموع الطبيعية الربانية اللي ربنا خليها طيب حضرتك قبل ما تكشف ليجي دور مهم جدا ان انت تنبه الدكتور بتاعك لعدة عوامل اول حاجة لو انت بتلبس عدسة لصقة لفترة طويلة واكد الدكتور طبعا هيبقى سألك لبس العدسة لفترة طويلة ده بيعمل مشاكل في سطح القرنية ممكن يؤدي الجفاف وممكن يؤدي الاحساس بتاع القرنية نفسه بيقل فترة من لبس العدسات فترة طويلة فانت بتقول الدكتور يا دكتور انا بلبس عدسات لفترة طويلة الحاجة التانية لو انت بتقعد قدام الكمبيوتر واللايف ستايل بتاعك بتستخدم اجهزة الالكترونية كتير ده واحد من اسباب برضو اللي بيسوق او بيزيد من اعراض جفاف العين مع استخدام الاجهزة الالكترونية الفترة طويلة وكنا عملنا فيديو عن قاعدة عشرين عشرين تقدروا ترجعوا لها على القناة للناس اللي بتقعد على الكمبيوتر واستخدم الموبايل الفترات طويلة يعملوا ايه؟ الحاجة التالتة لو انت اصلا جاي من الاساس بتشتكي ان انت عندك حرقان في العين واخذ ولما بتغمض وتفتح عينك الرؤية بتتحسن وان انت الرؤية بتسوق في اخر الليل مع الاجهاد ومع الحركة ومع الكلام دك او انت من الاساس متشخص ان انت مريض ده في عين وبتاخد اطرات وعارف الشكوى بتاعتك اخر حاجة لو انت مريض سكر او مريض روماتويد او مريض من امراض الامراض المناعية لازم تقول الدكتور ان انت عندك مرض مناعي بعد ما قلت للدكتور كل الحاجات دي الدكتور بقى لازم يكشف الاول قبل ما يقرر ان هنعمل عملية تصحيح الابصار ولا لا والكشف ده في عدة اختبارات او تست بحيث ان هي تقول لنا حالة السائل الدمع بتاعنا اول حاجة الدكتور بالخبرة بيقدر يقيس التير منسكس او حجم السائل الدمعي تاني حاجة بنعمل حاجة اسمها تير بريكب تايم اللي انا بعرف تماسك السائل الدمعي الدكتور بيخلي المريض يغمض وبعدين بيقول له فتح لفترة طويلة وغالبا بيبقى جايب على عينك النور اللي ازرق وبيشوف السائل الدمعي بتاعك ده متماسك ولا لا بيفضل يعد في سره لحد ما بيشوف السائل الدمعي بتاعك بيبدأ يتبخر قدية لو السائل الدمعي بتاعك متماسك فانت بتطر تعمل عمالية تصحيح الابصار لو السائل الدمعي بتاعك خفيف وبيتحلل بسرعة فغالبا بيبقى يديك ادوية ما قبل العملية عشان يحسن الحالة بتاعتك في الاول وبعد كده بيبدأ ان هو يقيم الحالة فيما بعد بنسبة كبيرة اغلب الحالات بتخف بالعلاج التقليدي ومش بتحتاج علاجات اخرى وفي ناس حتى بتستغني عن الاطرات المرطبة قبل الشهر ودول اغلب الناس اللي احنا بنشوفهم وبنتابعهم وانا واحد من الناس اللي اعتبر استغنيت عن الاطرات المرطبة قبل شهر طيب هل في عمليات يا دكتور اكتر من عمليات تانية؟ والله هي التجارب لقيت ان عملية الفيمتو ليزك اقل شوية في الشكوى من عملية الليزك العادي ولقوا برضو ان عملية الفيمتو اسمايل لها ميزة شوية عن عملية الليزك العادي وفي الاخر مفيش فرقات كبيرة ما بين العمليات طيب الشكوى ايه الشكوى؟ كلنا عارفينها زغلالة شبورة وغز في العين تشويك عدم القدرة على تحمل الاضاءة وتحمل النور العلاجات بتاعتنا بتبدأ من اول الاطرات المرطبة اللي اغلب واغلب الاعظم من الحالات بتخف بيها الاطرات المرطبة وكذلك الاطرات المضادة للالتهابات اللي احنا كده كده بناخدها في الكورس العلاجي بتاعي بتاع العلاج بتاع الليزك اساسي في الحالات الشديدة بقى بنبدأ بعلاجات متدرجة اطرات من الاطرات المضادة للالتهابات زي مثلا السايكلوسبورين سدادات للدموع عشان نحوش شوية من الدموع القايمة بتاعتنا كمداد دافية ومساج للعين وده انا قلته وبقوله في كل الفيديوهات وبانقله لكل المرضى بتوعي لعظم الفايدة بتاعته بعض الادوية المضادة الحاوية لما بيكون فيه التهاب شوية في الجفن وعمل لي الموضوع ده ده الادستروميسن وزي الدوكسي سايكل وعلاج اخر كنا تكلمنا عنه وهو جلسات الايلايت او الاجهزة اللي بتنشط الغدد وبتقلل الالتهابات جوه الجفن ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى يكون فيها تحضراتكو واتمنى ان انتو تكونوا متابعينا دايما كل سنة ونطيبين رمضان كريم مع السلام الحقيقة اللي معد تسجيل الحلقة جاليه دي قيمة جدا من شركة الكون ده كان بتتضمن مجموعة من اطارات واحدث اطارات معالجة الكفاف بصدد ان احنا هنجربها ونشوف فعلا هالكلام اللي هما بيقولوا ده صحيح ولا لا وزي ما احنا طبعا كلنا عارفين وده مش اعلان اطارات زي السستان والسستان الترا وبكورة انتاجهم الجديد وهي الاطارة بتاعت السستان هايدراشن والسستان هايدراشن موجود منها نوعين نوع الاطارة العادية اللي كلنا عارفينه والنوع الامبولز بتاعت السنجل دوز يونت والنوع ده من الاطارات بيتميز ان انت ممكن تاخد واحدة من دي تحطها في جيبك وتستخدمها طول النهار بدن ما انت بتستخدم الاطارة كمان ممكن تفكها بمنتهاء السهولة تحطها في عينك. وبعد كده تقفل. الفتح والقفل بتاعها كويس جدا. الشركة بتقول ان هي القطرة دي بتقعد فترة طويلة في القرنية فيها تلات مواد مرتبة وفترة السبات بتاعتها على القرنية كتيرة بتخليك ان انت ما تحتاجش ان انت تستخدمها فترات طويلة فلو بتستخدم القطرات التانية بكمية كبيرة قوي فانت هتحتاج تستخدم القطرة دي لآآ مرة او مرتين او تلاتة يعني تقريبا نصف الكمية بتاعة القطرات التانية ان شاء الله هنعمل فيديو عشان نقيم القطرات الجديدة من شركة الكون القطرات السستان هايدريشن بالفورمس بتاعتها القطرة والسنجل يونيت مع السلام.